معركة تركيا ومعاناتها مع مسلسل اللاجئين غير الشرعيين لا تنتهي فصولها هنا في أحد مراكز الاحتجاز المئات ممن ينتمون إلى جنسيات مختلفة دخلوا البلاد عبر طرق غير قانونية وهم ينتظرون دورهم في الترحيل وذلك في إطار حملة حكومية واسعة لملاحقة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدأت وطيرتها تتسارع تزامنا مع تصاعد حالة الغضب في الشارع التركي من تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد منذ عام 2016 جرى ترحيل نحو مليون واربعمائة لاجئ غير شرعيا إلى خارج تركيا وهناك ملايين ينتظرون عند الحدود للدخول نحن نسعى إلى التفريق والتمييز بين الحالات من يدخل بطريقة غير قانونية فسيلقى القبض عليه ويرحل فورا 34 ألف لاجئ غير قانوني جرى ترحيلهم منذ بداية العام الحالي فيما يحتجز نحو 80 ألف آخرين معظمهم أفغان وباكستانيون وأفارقة في مراكز الترحيل أرقام تشكك في صحتها المعارضة التركية التي تنتقد سياسات الحزب الحاكم في التعامل مع قضية اللاجئين وتحويلها إلى ورقة انتخابية مبكرة لتحقيق رصيد شعبي سياسات الحكومة في قضية اللاجئين ليست جدية وهي تتعامل مع هذه القضية من زاوية مصلحة سياسية بحتة تفتيش المنازل والتدقيق في الأوراق الصبوتية والإقامات ومنع سائقي المواصلات العامة وسيارات الأجرى من نقل الأجانب من دون أوراق الإقامات الرسمية من الإجراءات الجديدة التي اتخذت السلطات التركية في سبيل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد هي محطة العبور المفضلة إلى أوروبا لدى آلاف اللاجئين هكذا ينظر إلى تركيا وبسبب تشديد الإجراءات قرب الحدود مع دول أوروبا فإن بقاء اللاجئين في هذا البلد تحول إلى مادة سجال سياسي يستفيد منها الأطراف السياسيون لمصلحة تحشيد الشارع محمود واسق اسطنبول الميادين اشتركوا في القناة